من أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوا فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه متفق على صحته رواه إمام المحدثين البخاري ومسلم صدق سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إيه هو الحديث وإيه قصة هذا الحديث وإيه المناسبة اللي سيدنا النبي قال فيها هذا الحديث هذا الحديث له مناسبة إيه المناسبة إن سيدنا النبي هاجر من مكة إلى المدينة المنورة على منورها ومطيبها ومعطرها ومشرفها أفضل الصلاة وأزكى السلام لما هاجر سيدنا النبي من مكة إلى المدينة بدأت إن أستهاجر في ناس هاجروا قبل سيدنا النبي ونس هاجروا بعد سيدنا النبي من ضمن هؤلاء رجل هاجر من مكة إلى المدينة لأجل امرأة واحد هاجر من مكة للمدينة عشان كان بيحب وحده وأراد أن يتزوجها المرأة سبقته إلى المدينة فهاجر لأجلها لم يهاجر لأجل الله ولا لأجل رسول الله ولا لأجل الدفاع عن دين الله هاجر لإيه لأجل هذه المرأة اسمها إيه المرأة اسمها أم قيس وعرف الرجل بمهاجر أم قيس سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أطلعه الله على هذا الأمر فقال هذا الحديث في هذه المناسبة دي قصة الحديث أن الرجل هاجر من مكة إلى المدينة مش عشان النبي ولا لأجل الله ولا لأجل دين الله إنما هاجر لأجل ايه لأجل امرأة ينكحها في رواية يتزوجها فأم سيدنا النبي قال الحديث قال إنما الأعمال بالنيات في رواية تانية إنما الأعمال بالنية وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ربنا بيقوله في القرآن الكريم وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة لو نلاحظ هذا الحديث الذي معنا كنا بنعلم الأبناءنا الطلبة والطالبات في أولى إعداد في الأزهر في الفقه أول درس في الفقه بندي لهم النية إيه هي النية النية هي القصد قصد شيء مخصوص بعمل شيء مخصوص بنية طيب هتيجي تتوضى لابد من نية هتيجي تصلي لابد من نية تصوم لابد من نية الحج لازم نية الزكاة لازم نية فبنقولهم الدليل على النية من القرآن وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء الدليل على النية من السنة قال صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات الإمام بن حجر رضي الله عنه وقدس روحه ونور ضريحه في شرح هذا الحديث في فتح الباري جبت من الشعر وقال عمدة الدين عندنا كلمات مسندات من قول خير البارية أترك المشبهات وازهد ودع ما ليس يعنيك وعملا بنية أربع أحاديث فيهم هذا الدين أترك المشبهات وازهد ودع ما ليس يعنيك وعملا بنية طب النية دي إيه يا عم الشيخ قال لك النية شرعت عشان نميز بيها العادة من العبادة واحد أم يعمل تمرينات الصباح ولم ينوي التاني نوى وصلى يبقى الصلاة بنية لابد فيها من النية بيعمل نفس حركات الصلاة إلا أنه لم ينوي ليست صلاة إنما التاني نوى النية ومحلها القلب يعني ليس شرطا أن الواحد يقف يصلي قلنا ويته أصلي أربع ركعات فرض صلاة الظهر في مسجد النور بحي العباسية ورى الشيخ فلان الفلان ليس شرطا تقول بس الله أكبر ربنا مطلع عليك لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء ربنا سبحانه وتعالى يعلم النية النية محلها القلب طب شرعت له النية عشان ميز العادة من العبادة في عادة وفي عبادة إيه الفرق بينهم النية حتى العلماء يقولون كده وحفظونا مشايخنا وإحنا أطفال صغار في الأظهر الشريف يقول لك تتحول العادة إلى عبادة بالنية يعني إيه الكلام ده يعني أنت تعودت كل يوم تقوم في الصباح تغتسل تغتسل ليه عشان تبقى رائحة طيبة وعشان أبقى نظيف وعشان أبقى نشيط طب إيه رأيك تدخل نية مع الاغتسال أنك تغتسل لتكون مسلما نظيفا بقى الاغتسال بتاعك الصبح عبادة طيب عدتك الصبح تقوم وتستيقظ وتتناول الإفطار بتفطر ليه عشان أفطر عشان أقدر أشتغل وأقدر وأقدر طيب ما تعقد النية أن الإفطار لأجل أن تتقوى على عملك لأنك تتعبد لله بهذا العمل وعشان تحافظ على نفسك وعلى جسدك وعلى صحتك بقى الإفطار عبادة طب رايح الشغل ليه رايح الشغل عشان أشتغل وروتين الحياة لإني لو ما اشتغلتش بش هعرف أجيب فلوس بش هعرف أكل أولادي طيب ما تخلي شغلك عبادة إزاي أنك تذهب إلى العمل لتعمل لتنفع يعني وطنك وبلدك وأولادك ولتطعم أولادك من حلال بقى الشغل عبادة تحولت العادة إلى عبادة بالنية النية النية اللي بتحول المصار من عادة إلى عبادة فسيدنا النبي قولك إنما الأعمال بالنيات يعني كل عمل يا سيدنا النبي لازم فيه نية العلماء يقولوا إن حديث النية يدخل فيه ثلث الإسلام صلاة صدقة صلاة زكا حج صيام لازم نية وقالوا يدخل فيه ثلث العلم العلم يدخل فيه النية لذلك لو تلاحظ كده الإمام البخاري بدأ صحيحه بحديث النية هذا الحديث نمى الأعمال بالنيات الإمام مسلم بدأ صحيحه بحديث النية إنما الأعمال بالنيات الإمام النووي في رياض الصالحين بدأ رياض الصالحين بحديث النية إنما الأعمال بالنيات الإمام النووي بدأ الأربعين النووية بحديث النية إنما الأعمال بالنيات وكثير من العلماء يبدأون كتبهم بهذا الحديث تبركا به ولعقد النية أن يكون العمل خالصا لله إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل برئ ما نواء لازلنا ندندن حول هذه القصة النبوية الشريفة ولكن فاصل ونعود إليكم صلي على سيدنا النبي